ساحة الميدان واحدة من أشهر وأقدم معالم ومناطق بغداد وأكثرها إغالاً في عمق التأريخي البغدادي فقد كانت مزيجاً متبايناً من التراث والحداثة واكتسبت أهمية تأريخية في حياة البغداديين وذاكرتهم أما اليوم فالساحة غير الساحة ولم يبق منها إلا اسمها وذاكرتها والباع المتجولون البسطاء الذين لا يجدون ما يسد رمقهم إلا العمل في هذه البسطيات لإعالة ذويهم كل ثلاثة أربعة ياماً بيعد حاجة الحاجة وين نوديها؟ يعني أنا صاحب أطفال وين نوديها؟ عشان الله تعباني ما حد ملتفت للناس ما حد ملتفت للشعب عرفوا كل من يديني النار قرصتين أي وأحزاب وتكتلات والفقرة الفقرة لهم الله المثل ومثل أنثالي تكون هنا وعلاً فقرة خطير سيئة هاي هاي لو يستغلوها يسولها مكانات ذول البسطيات يعني سيئة ما مستفادين من هاي المنطقة يعني المكان ما يلقون حل العالم النوبل العالم عزلوها العدة مظلة فلشوها العدة وهي ساحة الميدان أصبحت ملاذاً للفقراء الذين يبيعون الأغراض المستعملة وبعض ما تبقى من تراثها القديم البسطيات الناس تعبانة يعني يجيب الحاجة بتاكسي وهاي وما تنبع يذهبها بالزبالة ويروح هو العراق كله صار يعني بس لولا الناس رسمالية لولا ما حدهم شي يسوي هاي قمزة من هذا شاي من هذا ويخليه ويطلع ويروح حال هذه الساحة كحال شوارع وساحات العاصمة القديمة بقي اسمها وتأريخها وتغير مضبونها وشكلها بسبب الإهمال الحكومي الذي لم يجد آذاناً صاغية لدعوات انتشال هذا المكان التراثي وإعادته إلى حاضنته التأريخية العريقة